شكرا لك محمد ووصنا معكم لفقرة حوارية جديدة نتحدث فيها عن المسئولية الكبيرة الملقاة على عطق المؤسسات الدينية سواء في مصر أو في العالم العربي لمواجهة الكثير والكثير من التحديات في مقدمتها الإرهاب والتطرف وكيفية تغيير الصورة المغلوطة لدى البعض في الدول الغرب عن الدين الإسلامي ومحاولة لصق ما يحدث من عمليات إرهابية وأفكار متطرفة إلى الدين الإسلامي وهو بريء من هذه الاتهامات لسنا بحاجة إلى دفاع عن ديننا لكن لابد من توضيح الصورة لابد من التواصل مع العالم الخارجي حتى تتضح الصورة بشكل كامل ونصحح مثل هذه المفاهيم كان هناك مؤتمر للمجلس الأعلى لأشؤون الإسلامية وخرج بوفيقة لنبذ التطرف ستم رفعها إلى وزارة الخارجية أيضا لمخطبة الدول العالم الأخرى أيضا وتوضيح الصورة بشكل حضاري يجمع بين الدين وأيضا بين المؤسسات الأخرى داخل هذه الدولة ومحاولة فصل الدين عن السياسة كما يحاول البعض أن يقحم الدين في خلافات سياسية وغير ذلك من الأمور كل هذه النقاط سوف ننخشها مع ضيفي الكريم الشيخ محمد غنيم من علماء وزارة الأوقاف والأظهر الشريف برحب أبو حضرك يخبر أهلا مرحبا أستاذنا يعني اسمح لنا في البداية أن نتابع تقرير عن مؤتمر المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ونبدأ الحوار في ختام مؤتمر دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تجدد التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالإسلام والعمل على استزار قرار دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد المسلمين أو الأقليات الإسلامية كما يجرم التمييز ضدهم على أساس الدين من جهته أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن وثيقة مصر لنبذ العنف والتطرف التي وقعها المشاركون بالمؤتمر سيتم رفعها بخطاب رسمي إلى وزارة الخارجية المصرية بعد الموافقة الرسمية عليها لترحيها عبر مجلس الأمن حيث أن مصر ترؤس لجنة مواجهة التطرف بمجلس الأمن أجمع العلماء على التوافق على وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز العنصري وتنص هذه الوسيقة على عفض كل ألوان التطرف والأرهاب وعفض جميع أنواع التمييز العنصري سواء أكان على أساس الديني أم العرقي أم اللوني أم الجلسي البيان الختمي للمؤتمر أكد على ضرورة التوسع في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في كافة مجالات العمل الدعوي ومؤسسات التعليم الدينية وأعادت دراسة كل ما يتصل بالنصوص المتعلقة بغير المسلمين بحيث تقدم في إطارها الإسلامي الصحيحة بما أن التطور العلمي للمخاطر الناتجة عن الجرائم الإرهابية قد كشف أن الأساليب التقليدية في معالجة هذه الجرائم لم تعد كافية بل إن بعضها لم يعد مناسبا لمواجهة الفكر المتطرف فإن هذا التطور يستوجب ضرورة انتهاج أساليب جديدة تقوم على إصلاح المناهج التعليمية كما حذر المؤتمر من الأفكار المنحرفة والهدامة والتطول على ثوابت الشرع باعتبار أن ذلك يعد الوجه الآخر للتطرف الفكرية بما يتنافى مع الوسطية المؤتمر أكد كذلك على أهمية تعزيز روح الحوار الحضاري مع العالم كله وتشجيع ثقافة التعدد بما يحقق التعايش السلمي المشترك بين البشر مع احترام خصوصيات الأمم والشعوب إذن لابد أن تتكاتف الجهود على كافة المستويات لتحقيق هذا الهدف بالفعل ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب في نهاية المطاف وأن يكون هذا هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا عن طريق توضيح الصورة سماحت الدين الإسلامي الحنيف أن الدين الإسلامي هو دين الرحمة دين المحبة دين السلام في نهاية الأمر يعني شيخ محمد كان هناك مؤتمر للمجلس الأعلى لأشؤون الإسلامية خرجنا بوثيقة لنبذ العنف والتطرف يعني كيف ترى بنود هذه الوثيقة وكيف نحققها على أرض الواقع الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشأل أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشأل أن سيدنا وحبيبنا وعظمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في حقه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في حقه فبما رحمة من الله لنت لهم ولكنت فضا غليد القلب لنفضه من حولك والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا هو المؤتمر السادس والعشرون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزيرة الأوقاف الذي يبين ويؤكد على أن وحدة المسلمين في العالم العربي على جميع الأقطار الدينية يؤكد على أن الله عز وجل لما خاطب المؤمنين أو المسلمين قال يا أيها الذين آمن في جميع الآيات 63 آية في القرآن تحدث يا أيها الذين آمن ولكن لما تحدث عن الوحدة بين العالم كله بين البشرية كلها قال يا بني آدم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولم يقل إن أكرمكم عند الله أكثركم صلاة ولا أكثركم زكاة لأنه بدأ الآية بكل الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبيل هذا أمر الأمر الثاني في هذه الوثيق تبين أن الله لما خلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كانت أخوة ما تخاف عليه الملائكة من خلق آدم وذريته الإفسار والقتل في الأرض كما نر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها بل يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إذن لما خلق الله آدم واستقر على خلقه أن يكون خليفته في الأرض كانت الملائكة تعبد الله في السماء فلما رأت هذا الكائن لما رأت أبونا آدم قالت له يا ربك فتخلق هذا الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء فقال إني أعلم ما لا تعلمون معنى ذلك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين أن خليفة الله في الأرض لا يكون مفسدا خليفة الله في الأرض لا يكون قاتل ولا سافك للدماء ولا منتهك للحرمات خليفة الله في الأرض أن يتبع ما أمره الله وأن يجتنب ما نهو الله عز وجل لذا نقول للناس أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الإسلام لا ينظر إلى شكل الإنسان ولكن ينظر إلى ما في قلب الإنسان في مداخله ولذلك يقول الله عز وجل ولكن ما تعملت قلوبكم ويقول الحق تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا نبدأ التطرف يأتي من وحدة المسلمين أولا بمعنى أن الله عز وجل لما جعل فقه النجاة في القرآن جعله في أربع آيات فقال في أول هذه الآيات واعتصبوا بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وبعدين وكنتم على شفى حفرة من النار فألقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذا المؤتمر الذي يكتمع فيه أكثر من خمسين دولة يبين أن الاعتصام إذا كان لله عز وجل وإذا كان لله عز وجل قامت العدالة والوسطية للإسلام كما نرى قبل ذلك منذ بداية الخلق ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طب الشيخ محمد عز وجل نتكلم عن فكرة التباصل يعني لدينا الكثير من التعليم الدينية السامحة والقيم وهذه الأمور لكن ربما هناك أفقار مغلوطة ويستغلوها البعض لمحاربة الدين الإسلامي والمسلمين في نهاية الأمر يعني ممكن كان ممثل لازر الشريف في مجلس الأمن ممكن كان سابقة من نوعها لم نشهدها من قبل يتحدث عن كيفية مكفاحة التطرف والإرهاب كيف نعزز هذه الأمور كيف نتواصل مع العالم الخارجي أن ندعو إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة وننفي كل ما يحاول أن يلصق به من التهمات وبفضل الله ومنته أن وزارة الأوقاف والأظهر عملوا مراكز تدريبية للدعاء الذين يستفعون إلى هذه البلاد لتبيين بساطة ويسر الإسلام ولكن مرز محمد مع هذا التقدم التكنولوجي الذي نراه وموضوع التواصل الاجتماعي نقول للآباء والأمهات ونقول للمعلمين ارجؤوا العلم إلى أهله لا تأخذوا الفتوى إلا من المتخصصين ولا يجلس أولادكم على أيدي أناس لا يعرفون ولا يفقهون شيئا في الدين لأن الإسلام براء منهم كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الرسول يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة جعل هناك وسطية وتيسير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت لو أنني صليت المكتوبات ولم أزد أدخل الجنة قال له نعم يا رسول الله أرأيت لو أنني صمت رمضان ولم أزد أدخل الجنة قال له نعم يا رسول الله أرأيت لو أنني أعطيت زكاة مالي فقط ولم أتصدق أدخل الجنة قال له نعم يا رسول الله أرأيت لو أنني حجيت بيت الله الحرم ولم أعتمر أدخل الجنة قال له نعم إذن هذا الاقتصار حتى على العبادة يبين أن الإسلام ما هو إلا يسر ودفع إيمانية السوق العبد إلى الله عز وجل صلي ترسل المكتوبة فقط ولذلك نجد سيد محمد أن امرأة دخلت النار في هرة لهي أطعمتها ولا جعلتها تأكل في خشائش الأرض وكذلك رجل بغي يرخل الجنة لأنه وسقى كلب الفرق من الاثنين أن هذه المرأة تعاملت على أن الإسلام دين عنف دين ليس فيه رحمة حتى الحيوان والآخر بيّن الله عز وجل أنه يحاسم على ما في قلبه ألا وهي الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين جلس تحت ظل شجرة فجاء أحد اليهود ووضع سهما في عنق النبي وقال له يا محمد من يعصمك مني الآن سهل عنق النبي ليس هناك فرق أن النسام يغمد في صدر النبي في همود فقال له يعصمني منك الآن الله فوقع السهم من يد هذا اليهودي فأخذ النبي السهم ودفعه في عنق اليهودي وقال له من يعصمك مني الآن قال له عفوك بعد حلمك فقام النبي وأخذ السهم فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إذن لو أننا بسطنا هذه الأمور شرعيا في الثوابت سيد دكتور كان بيكلم وزير الأوقاف على أنه لا تغير في الثوابت ولكن تغير في مفهوم نقل المعاملات والأخلاق للمسلمين في غير المسلمين لأن الرسول كانت من مهيتي الأساسية أن الله عز وجل بعثه لكي يتم كارم الأخلاق إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق إن الراجل لا يبلغ بحسن خلقه دردة الصائم القائم إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاق سيد محمد الإسلام في بدايته انتشر بالمعاملات الحسنة والتجارة السوية وصرق النية مع الله مش دايما نرى الآن طب كمان شايفنا الأزر الشريف مثلا ووزارة الأوقاف وغير من المؤسسات الدينية الموجودة في الدول العربية بتقوم بالدور الكافي لتوصيل هذه الصورة للعالم الخارجي ولا احنا محتاجين لسه برضو كمان شوية شباب محمد أنا بس أقول لحظاك بس احنا كلنا بناء متكامل كلنا نكمل بعض ليس هناك أحد الدعاء الكمال إلى الله عز وجل فكون إنه فيه تغيير وهنا هل دعوة مئة سنة مثل هذه الدعوة الآن كنا قدما نجلس على يدي الشيخ في الكتاب عبلوح نكتب الآن فيه كمبيوتر وعاد فيه تواصل اجتماعي وعاد فيه حضارات وعاد فيه تكنولوجيا لابد أن أواكب العصر لأن الرسول ألنا كده يعني من تعلم لغة قاومين أمن مكره ومن عرف لغة قاومين عرف كيف يتعامل معه مهنم لا أخذ إنسان ليس عنده ثقافة إسلامية وضعه في مجتمع ينبذ الإسلام والإسلام براء منه كبراءة مدام من عقوب مدام من حوالي ربع قرن الماضي هذا ما دع التطرف ودع هناك سفك للدماء أن أولدنا قاعدوا الغير متخصصين حتى الدعاء كانوا إذا ذهبوا إلى بعض البلدان ذهبوا من أجل جمع المال فقط ولما بينه صحيح الإسلام وإسر الإسلام وسمحة الإسلام فإحنا بنقول الكل يسأل يوم القيام والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كل واحد فينا على ثغر من ثغر الإسلام فأيكم أن يؤتى الإسلام من ثغره المتعلق الطبيب المهندس الداعية الإمام المدرس التاجر النجار الحداد كل هؤلاء مسؤولون كيف ننقل معاملاتهم حتى نبين صحة الإسلام تمام لو ركزنا على الدعاء يعني يمكن كان فيه من ضمن توصيات المؤتمر لتوفير دورات تدريبية للدعاء وتأهيلهم بحيث يواكبوا العصر إذا ما إحنا كنا من نتكلم ويطالوا على الثقافات الأخرى يطالوا على وسائل الاتصال الحديثة ويتواصلوا أيضا مع العالم الخارجي أهمية هذا الأمر وهل هذا يتحقق بالفعل على أرض الواقع؟ بالضبط نحن في مسجد النبل العباسية وزوط الأوقاف دي حوالي الثالث دورة لتعليم اللغة الإنجليزية أو التعليم لغات الأخرى لنقل الإسلام من المبعوثين إلى هذه البلاد الأمر الثاني فعلا أن الأظهر والأوقاف ودر الإفتاء عملوا دورات تدريبية للدعاء المتخصين في الفاتوة يعني دي موجودة على أرض الواقع ولكن احنا بنقول أن دايما من داوى ما قرع الباب فتحة له يعني الإنسان عندما يطق باب كثير